بسم الله الرحمن الرحيم سؤال آخر من أحد الطالب الأعزاء إذا كانت الدالة F of X ساوي 2A أكستر بي أزاء بي وكانت A إحدى أربع قيم تمتلك نهاية عظمى محلية جد قيمة A من الأسئلة البسيطة لكن حل هذا السؤال يحتاج إلى معرفتك بالملاحظة التي أمامك اقرأ الملاحظة جيدا معنا الملاحظة هي طريقة فحص النقطة الحرجة باستخدام المشتقة الثانية نقوم بإيجاد المشتقة الثانية ونعوض قيمة X للنقطة الحرجة تعلم أن النقطة الحرجة ناتجا من مساواة المشتقة الأولى بالصفر لإيجاد قيمة X نعوض قيمة X للنقطة الحرجة بالمشتقة الثانية إذا كانت جواب موجبا فالنقطة هي صغر محلية وإذا كانت جواب سالبا فالنقطة هي عظمى محلية وإذا كانت جواب صفر فإن الطريقة فاشلة في تحديد نوع النقطة هذا إذا كانت المشتقى الثانية تحوي على المتغير X لكن هذا السؤال إذا كانت المشتقى الثانية عدد ثابت هذا الثابت إذا كان موجبا فالدالة تمتلكناها صغر وإذا كانت سالبا فالدالة تمتلك نهاية عظمى سنلاحظ تطبيق الجزء الرابع من الملاحظة في هذا السؤال كونوا معي أعزائي الطريقة نقوم بإيجاد المشتقى الأولى F فتحة للX ما هي المشتقى الأولى الأي هو ثابت المشتقى الثابت في دالة يساوي الثابت في مشتقى الدالة أي أنها تساوي 4AX ومشتقى الB صفر ما هي النقطة الحرجة لا يهم المهم دي يقول لي تمتلك نهاية عظمى إذا نلجأ إلى إيجاد المشتقى الثانية هنا ستكون المشتقى الثانية أحد احتمالين أما المشتقى الثانية تحوي على المتغير X عندها واجب علينا معرفة X للنقطة الحرجة لأجل تعويضها بالمشتقى الثانية أما إذا كانت المشتقى الثانية عددا ثابتا كما تلاحظ في هذا السؤال فلا حاجة إلى معرفة X للنقطة الحرجة هذا الثابت إذا كان موجبا فالدالة تمتلك نهاية صغرى وإذا كان سالبا فالدالة تمتلك نهاية عظمى يقول السؤال أن الدالة تمتلك نهاية عظمى يعني أن ناتج المشتقى الثانية يجب أن يكون سالب سأتركك يا عزيز الطالب في اختيار أحد القيم الأربعة الآتية ليكون ناتج المشتقى الثانية سالبا ماذا أخترت أكيد أنك اخترت العدد سالب واحد إذن رح نقول أن أي تساوي سالب واحد والسبب لأن المشتقى الثانية ستكون أربعة في سالب واحد سالب أربعة لأنها أصغر من صفر إذن الدالة تمتلك نهاية عظمى محلية ما هو المرادف لهذا السؤال بدلا أن يقول أن الدالة تمتلك نهاية عظمى محلية يقول جد قيمة أي عندها تكون الدالة محدبة في كل مجالها متى تكون الدالة محدبة في كل مجالها إذا كان ناتج المشتقى الثانية سالبا دائما وإذا قيل مقحرة في كل مجالها فيكون ناتج المشتقى الثانية موجبا دائما ومرادف المقحرة في كل مجالها يقول أن الدالة تمتلك نهاية صغرى محلية أتمنى أن تكون الصغرى أصبحت واضحة إلى سؤال جديد إن شاء الله في أمان الله